هل ستعيد واشنطن النظر في استراتيجياتها لمكافحة الإرهاب؟ تتراوح الانتظارات من ملايين الأمريكيين ومئات الملايين في العالم الذين سيتابعون بشغف خطاب يلقيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت تقفز فيه الهواجس الأمنية إلى أولويات أجندة البيت الأبيض ومعنا الآن من واشنطن السيد ريتشارد ويتس مدير مركز التحليلات السياسية والعسكرية في معهد هاتسون أهلا بك معنا سيد ويتس يعني تتراوح الانتظارات ماذا يريد المواطن الأمريكي العادي أن يسمع من الرئيس باراك أوباما الآن؟ أتخيل أن الناس يريدون أن يسمعوا تطمينات بأنهم آمينون من الإرهاب على المستوى العام حيث سيكون هناك تباينات أتوقع بخصوص الهجرة أتوقع أن بعض الأمريكيين يساندون الهجرة وأخرون لا سيكون هناك اختلاف بشأن ضبط السلاح الكثير من الأمريكيين يريدون تقييد السلاح وأخرون لا إذن يكون سهل بالنسبة للرئيس أوباما أنه يعارض الإرهاب وأنه سيكفل بأن لا يدخل الإرهابيون الولايات المتحدة وسيقوم بإدلاء تصريح عن الهجرة وحقوق المسلمين وضبط السلاح والتي كلها ستثير الجدل سيد وايتس يعني صحيفة نيويورك تايمز قالت أن الإدارة الأمريكية بصدد إعادة النظر في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب الداخلي برأيك ما هي ملامح هذا التحول المنتظر ليس حقيقة واضحة لأننا نجحنا لحد كبير منذ هجمات 11 من سبتمبر في تفادي نوعية الهجمات التي حصلت في تركيا أو في فرنسا أو في اليمن اليوم لم يحصل الكثير من الإرهاب في أمريكا أو من الداخل أو من الخارج على نطاق واسع لدينا حوادث إطلاق السلاح الكبيرة وقول الإدارة أننا في حاجة إلى مزيد من ضبط السلاح وهو أمر سيكون موضوع مقترح ولكن المشكلة هو الحصول على موافقة الكونغرس عدا عن ذلك لستم متأكدا أنهم سيدخلون تغيرات كبيرة وعلى أي نحو طيب سيد وايتس يعني يواصل الشعب الأمريكي دفع الفواتير الاجتماعية الباهظة لحربي العراق وأفغانستان برأيك هل هناك تأييد لحرب موسعة في سوريا اليوم؟ الفاتورات أقل كلفة لناحية دعم العمليات العسكرية نحن لدينا الأموال لنقترضها من أجل ذلك فيما يخص سوريا لا يوجد تأييد كبير من أجل حملة عسكرية كبيرة في سوريا هناك بعض الأشخاص يطالبون بذلك كالسيناتور مكين ولكن الاستطلاعات لا تبين أي تأييد كبير ضد أو مع سوريا فيما يخص القوى الغربية العسكرية يكون صعب إرسال قوى أمريكية كبرى على الأرض هناك هل تتوقع أن تغير إدارة الرئيس باراك أوباما توجهات وإستراتيجيات واشنطن ربما في الشرق الأوسط خاصة حيال أزمة داعش في سوريا؟ لقد تغيرت بعض الشيء إن تفاصيل الكبرى للخطة ظلت على نفسها فقد تحاول أن تلبي مشكلة استياء المسلمين في العمل مع الحكومات المحلية وهناك تردد في إرسال قوى برية في محاربة الإرهابيين والاعتماد أكثر على الطيرات المسيرة والحلفاء المحليين ونقاط التغير مفادها أن الإدارة تبنت دورا عسكريا أكبر في العراق ومؤخرا في منطقة سوريا تركيا أو تلك الحدود ولربما ستستمر ولكنني لا توقع تغيرا عميقا لناحية السياسة لأن هذه السياسة حققت نجاحا في حماية الولايات المتحدة المشكلة يكمن في أوروبا وهناك ليس واضحا ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة عدام قدمته إلى الآن لأوروبا طيب سيد وايتس يعني كلما دار الحديث عن الإرهاب يتم التأكيد على ضرورة القيام بإجراءات الوقاية من التطرف في الداخل كيف هو وضع أمريكا اليوم بهذا الخصوص بالتحديد؟ هذا سيكون موضوع الرئيس لخطاب الرئيس منذ يومين رأينا ذلك عندما وزيرة العدل تحدثت إلى الجاليات المسلمة والتي قالت أنها قلقة بشأن أو أن قيادات مسلمة وأفراد أعرب عن قلقهم بشأن إمكانية جرائم كره أو انتهاك لحقوقهم المدنية والرئيس سيعزز ذلك الخطاب بأنه يجب الفهم أن معظم المسلمين أو كلهم على الأقل في الولايات المتحدة يدعمون السياسة الأمريكية والحكومة الأمريكية وليس لديهم عنف وسيذكر الأمريكيين بأهمية هذه المسائل وهي سياسة انتهجت حتى الإدارات السابقة وعلى شكل مثير للجدل سيطالب بمزيدا من ضبط السلاح ويدافع على الهجرة والتي هي مثار جدل أكثر من مسألة احترام حقوق المسلمين والتي بيّنت الاستطلاعات أنها موضوع إجماع عموما سيد ويد كيف ستكون برأيك السياسة الخارجية للولايات المتحدة حيال الملف الإرهاب إذا ما كتب لرئيس جمهوري الفوز في الانتخابات الرئاسية لـ 2016 2017 هو وقت تنصيب ذلك الرئيس وهو غير واضح في الجدلات وما يقال طالبوا بمكافحة الإرهاب والاحتفاظ بالقيم الأمريكية ولكن في كيفية تنفيذ ذلك معظم المرشحين لم يكونوا واضحين في سرد التفاصيل وبينهم فوارق الرئيس ترامب ستكون سياسته مختلفة عن لنقول الرئيس روبيو أو الرئيس بوش إلى غير ذلك ولكن سنرى نفس الأدوات القوى العسكرية والاستخبارات وتبادلها والعمل مع الحلفاء المحليين ولكن التشجيد على هذه الأدوات سيختلف من رئيس إلى رئيس البعض سيساند قوى عسكرية أكبر في العراق أو سوريا أخرون سيطالبون بأقل قوة هذا سيعتمد على من يتم انتخابه وبالطبع الوضع الذي يبدو أمامه في بداية العام 2017 حين تنصيبه طيب سيد وايتسي أنت توقعت أنه لن تكون هناك تغييرات في إدارة الرئيس باراك أوباما أو استراتيجيات واشنطن في الفترة القادمة هل لكون الانتخابات الأمريكية بعد أقل من عام أي دخل في هذا الأمر لا أعتقد أنه أساسا استراتيجية كانت فعالة لم نشهد ولم نرى عددا كبيرا من حوادث الإرهاب أو برعاية خارجية أو من الداخل تنجح في أمريكا ليس لدي علم إذا ما كانت هذه عائدة لسياسة الأمريكية أو أن الأرهابيين يركزون هجماتهم على أوروبا لربما تتغير الخطة ولكن لن يكون ذلك حكيما لأن السياسات وبرأيه كانت فعالة من واشنطن السيد ريتشارد ويدز مدير مركز التحليلات السياسية والعسكرية فيما حد هاتسون شكرا لمشاركتك معنا